قانون البريد والاتصالات الإلكترونية المقرر منقشته في عشرين من الشهر الجارية القانون الجديد القديم لم يأتي بأي جديد فيما يتعلق بفتح الخدمات للخواصة خاصة أنه فيه إيحاء بأنه نتراجع عن فتح مجال الانترنت للخواص وتبقى دائما حكر على اتصالات الجزائر ونحن نشوفنا في البلدان في كثير من البلدان حتى في الجزائر وحسب الخبراء فإن عدم خوصصة خدمة الانترنت سيبقى على حالة تدني الخدمات في المجال ويعيد طرح السؤال عن جدوى طرح قانون جديدة الخدمات التي كانت فيها المنافسة الخدمات تتحسنت والأسعار انخفضت وين كان الاحتيكار؟ الخدمات رديئة والأسعار غالية فلابد الأمور والمفارقة تتحدث وزيرة القطاع إيمان هدى فرعون عن الحفاظ على السيادة الوطنية إذا ما بقيت خدمة الانترنت على الدولة فكيف يتم في المقابل؟ فتح المجال أمام الخواصة فيما تعلق بالمتعاملين في الهاتف النقال